وقف اطلاق النار في لبنان بات قريب المنال بهذه الكلمات نطق المبعوث الامريكي اموس هوكشتين بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وفيما صرح هوكشتين ان المحادثات في بيروت بناء الغاية اكد وجود فرصة حقيقية لانهاء الصراع وفق المقترح الامريكي والذي يقضي بنشر الجيش اللبناني في الجنوب اضافة الى اليونيفيل فضلا عن انسحاب حزب الله الى موراء الليطاني وتنفيذ بنود القرار 1701 ليكون كل ما سبق نشاط اضافي في مسار الحراك الدبلوماسي ومباحثات الساسة اما على الارض فالواقع مختلف تماما اذ اعلنت جيش الاسرائيلي بدء الفرق الثامنة والتسعين بعملية مداهمة واسعة تستهدف معقلا رئيسيا لحزب الله في جنوب لبنان تشمل مقر قيادة ومستودعات اسلحة ومواقع اطلاق قذائف صاروخية باتجاه اسرائيل فيما اعلن حزب الله بدوره انه استهدف بالصواريخ مقر وحدة الاستخبارات 8200 وسطة الابيب فضلا عن تكثيف هجماته بالصواريخ والمسيرات على مناطق حيوية واهداف استراتيجية في العمق الاسرائيلي وبصواريخ جديدة تعتبر الاكثر تطورا والاحدث دخولا للمعركة وبين استعار نيران الحرب في اوجها وجهود التهدئة يبقى صوت الصواريخ وصفارات الانذار اعلى من همس الحكماء حتى ينصاع الجميع لوقف الحرب موسيقى موسيقى